بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سنتعرف على واحد من أشهر استراتيجيات التصويق لمنتجات الأفليات من خلال هذه الاستراتيجية إذا تبعتها بشكل صحيح ستقدر تدخل أكثر من 3000 إلى 5000 دولار شهريا لكن لا تنسوا تحضروا الفيديو بشكل كامل عشان تفهموا الاستراتيجية بشكل صحيح وتبدأوا العمل فيها انتظرونا بعد الانترو قامل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك للقناة إذا أعجبكم الفيديو والآن دعونا نبدأ نشرح على هذه الاستراتيجية طبعا هذه الاستراتيجية بتعتمد على منتجات العمول التي تعتها أكثر من 80% لكن طريقة التصويق في هذه الاستراتيجية المستخدمها هي يعني الطريقة اللي بيستخدمها أغلب المسوقين بالعمولية هي ما تسمى السيلز فانل أو نفق المبيعات عملية السيلز فانل هي باختصار أنك قبل ما ترسل العميل على صفحة المنتج جفاك المباشر بتأخذ بيانات العميل اللي بتحتفظ فيها عشان ترجع تستمر تصوك لنفس العميل منها أنت بتحقق أعلى عمليات بيع لمنتجات الأفليات اللي أنت مختارها خلونا نبدأ في هذه الاستراتيجية طبعا هذه الاستراتيجية تتطلب مننا أن نكون مشتركين في نصة أفليات من أشهر هذه المنصات منها كليك بانك ممكن تلاقوا بمجموعة من المنتجات اللي عملتها بتصل أكثر من 75% المنصة الثانية وريير بلاس والمنصة الثالثية ديجي ستور طبعا في منصات أخرى أنا أذكرها في فيديو سابق رح أترككم الفيديو بالوصف طبعا في ناس كثير بتعاني من صعوبة في التسجيل بموقع كليك بانك عشان هيك في فيديو اليوم أنا اخترت منتج من موقع ديجي ستور ديجي ستور أي شخص بقدر سجل عليه في كل سهولة والآن إحنا عشان نبدأ باستراتيجية التصويق الخاصة فينا لازم ندور على منتج طب شو مواصفات المنتج اللي إحنا لازم نختاره يجب لنا أعلى مبيعات مواصفات المنتج اللي لازم نختاره لازم يكون معا صفحة أدوات تسويق طبعا صفحة الأدوات تسويق لازم يكون فيها شيء مجاني تقدمه للعميل من خلال هذا الشئ المجاني اللي انت رح تقدمه للعميل مثلا مكتاب مثلا وصفات مثلا يعني فيه كثير شغلات مجانية انت بتقدمها للعميل بتجذب أكبر كم من العملاء عشان تحتفظ فيهم عندك طبعا من خلال الإيميل يريد تحضروا الفيديو كامل عشان تقدروا تفهموا الاستراتيجية بشكل صحيح طبعا أنا بهدف هذا الفيديو اخترت المنتج الظاهر أمامنا ليش أنا اخترت هذا المنتج المنتج أول شيء مع أفليا التولز يعني أدوات تسويق وعمولته بتبدأ من 38 دولار لكن هاي مش العمولة كاملة العمولة بدايتها 38 دولار لكن العميل بخش بسيل فنل داخل المنتج كل ما اشترى العميل من موقع هذا المنتج انت رح تحصل على العمولة فإحنا اخترنا هذا المنتج أفضل من أن نختار منتج عمولته مثلا 100 دولار أو 200 دولار لا هذا المنتج ممتاز لأنه وفيه طرق تسويق أو طرق جاذب للعميل انهم يشتروا هذا المنتج كثير كثير رائعة الآن دعونا نبدأ أول شيء بنا نفتح صفحة الافليت تولز طبعا صفحة الافليت تولز هي ظاهرة أمامنا هي مكتوب click here for proven affiliate materials طبعا أنا ضغطت عليها رح تظهر الصفحة زي ما هو ظاهر أمامنا رح ننزل للأسفل طبعا هون رح نضغط click here يعني رح نضغط أنه وديني على صفحة الافليت materials طبعا هون بحكي لي حط الديجي ستول ID يعني حساب الـ ID الخاص فيك على الديجي ستول عشان تربح عمولتك بعدين رح أضغط access affiliate tools وهيك رح ينقلني لأدوات الافليت أو أدوات التسويق الخاصة في هذا المنتج رح ننزل للأسفل طبعا احنا فيها استراتيجيه قاعد بشرح لك استراتيجيه كاملة للتسويق طبعا انا الاستراتيجيه هاي قاعد بشرحها بالفيديو لكن بشكل مجاني يعني هاي الاستراتيجيه هو بعتمد على اشي اسمه أو موقع اسمه click funnels لكن click funnels هو اشتراك شهري لكن انا لجأت لطرق مجانية عشان تعمل هاي استراتيجيه بشكل صحيح ومناسب للعملاء خلونا ننزل للأسفل طبعا هان قاعد بحكي لنا الخطوات عشان تسويق للمنتجهات اول اشي انا هان قاعد بكاتب لclick here to sign up طبعا هذا هو لينك الافليات الخاص فيني يعني اي شخص بشتري من هذا اللينك انا رح اربح عمولي ما علي الا اغير كلمة افليات وحط الديجي ستور اي دي بدل افليات ننزل للأسفل طبعا هون كتبنا الخطوة الثانية انه انت افهم الفنل طبعا انا يعني باختصار الفنل او السيل فنل هي زي ما ذكرت في بداية الفيديو انك بدل ما تنقل العميل يعني بدل ما تعمل صفحة هبوط تنقل العميل من صفحة الهبوط لصفحة المنتج عشان يشتري المنتج لا انت بتنقل العميل لصفحة هبوط تحتفظ معلومات العميل بعدين بتنقله لصفحة المنتج بحيث انه اذا العميل ما اشتره من صفحة المنتج ترجع تستهدفه مرة اخرى بشكل مجاني عشان يشتري هذا المنتج طبعا تستهدفه اكثر من مرة وفي لها طرق استهداف ان شاء الله رح اشرحها بهذا الفيديو ياريت تحضر الفيديو بشكل كامل بعيد وبرر عشان تفهموا هاي الاستراتيجية بشكل صحيح رح ننزل الاسفر طبعا هون بحكي لك شو الخطوات اللي انت رازم تعملها عشان تسويك لهذا المنتج بدناش ندلع الخطوات رح ننزل الاسفر طبعا هون زي ما الصورة الواضحة امامنا احنا رح نمشي نفس هاي الصورة طبعا باختصار احنا رح نعمل دعاية على واحد من منصات التواصل الاجتماعي منها فيسبوك انستجرام يوتيوب بنترست جوجل ادز فيه كثير منصات طبعا كلها منصات ناجحة للتسويق لهذا المنتج طيب احنا رح نعمل دعاية لكتاب مجاني يعني اي شخص بضغط عرابط رح ينزل كتاب مجاني وما رح نضحك على العميل يعني فعلا احنا رح نعطيه كتاب مجاني الكتاب المجاني نفس هاي الصفحة او صفحة الافلية التولز هو رح يقدم لنا كتاب مجاني احنا نعطيه للعميل طيب ليش احنا من نعطي العميل كتاب مجاني طبعا انا رح اوديه للاندكبيج من خلال هاي الاندكبيج رح يحط العميل رابطه او الاميل الخاص فيه عشان احنا نعطيه كتاب مجاني عبر هذا البريد في هاي المرحلة احنا لما نرجع نرسل بريد الكتروني الثاني للعميل ما رح يدخل بريدنا للسبام يعني رح يتأكد مية بالمية انه البريد رح يوصل للعميل ويقرأ البريد بشكل كامل عشان يتحول لصفحة المنتج طبعا غير هيك انه لما يدخل على الاندكبيج بعد الاندكبيج رح نحول له صفحة المنتج فهيك افنا رح نكون كسبنا العميل مرتين مرة لما حولنا العميل من صفحة الكتاب المجاني اخدنا الاميل تاعه بحيث انه نقدر نستهدف في هذا الاميل اكثر من مرة وبعدين استهدفناه مرة ثانية من نفس هاي الصفحة احنا حولناه لصفحة المبيعات الخاصة في هذا المنتج طبعا لما يدخل على صفحة المنتج شوفوا قديش هذا المنتج رائع اللي انا قاعد بصوك له لما يدخل على صفحة هذا الم رح ينعرض له فيديو شكر انه نزل الكتاب المجاني اللي احنا ارسلنا له اياه يعني الاستراتيجية مكملة لبعضها حتى الموقع نفسه اللي احنا قاعدين من نسوق له هو قاعد بكمل مع استراتيجيتنا فهذا اشي كثير مساعد وانت هان تحصل على اكثر عدد عملاء يشتروا هذا المنتج بعدين رح ينعرض له منتج بسعر واحد دولار اشتراك واحد دولار فقط لما يشترك فيه رح يدخل بسيلة فنال داخل موقع المنتج يعني احنا ما ان ندخل احنا طلعنا برا احنا بنوخد عملتنا بعدين الاميل رح يدخل بسيلة فنال داخل هذا المنتج رح ينعرض له طرق تسويق يعني هم صاحبين هذا المنتج رح يعرض عليه طرق تسويق بعدين اي منتج بشتري من داخل الموقع احنا رح نربح عملتنا طيب بننزل الاسفل طبعا هون بحكي لك انك تعمل على اوتو رسبونسر طبعا هذا موقع كمان مدفوع فاحنا ما رح نستخدمه رح ننزل الاسفل طبعا هذا هو الاميل كمان هم ما معطينا الاميل اللي رح نرسله العميل لما يحط البريد الالكتروني الخاص فيه رح نرسله على الاميل يعني الرسالة الظاهرة امامنا بعدين هنقلك هير تو داونلود يور فريكيتو رسيبيز رح ننزل الاسفل هون عندنا الخطوة الرابعة اللي هي اعمل لانديكبيتش كمان هون مستعين في كليك فانال عشان لانديكبيتش او صفحة الهبوط كمان زي ما ذكرنا سابقا انه ما رح نستعين بكليك فانال احنا رح نستعين بادوات مدانية خلونا ننزل الاسفل اخر اشي انت من وين بدك ترسل لترافك او الزيارات طبعا هون محددنا اكثر من خيار اذا بدك ترسل من جوجل ادز عفوا من فيسبوك ادز او يوتيوب ادز او جوجل سيرش واخر اشي اذا بدك ترسل لالعميل بريد الكتروني جذاب ينقله لصفحة المنتج طبعا احنا رح نستعين في الايميل لست رح نستعين بالفيسبوك ادز طب خلونا نبدأ بالاستراتيجية اول اشي اول شي احنا رح نستعين بموقع اسمه ميلر لايت طبعا هذا الموقع رح تركه رابطه بالوصف بديل كامل انكليك فانلز وبشكل مجاني وكثير رائع يعني انت بتصمم وكمان هو برسل عنك البريدات الالكترونية وان شاء الله رح تتعرف عليها في هذا الفيديو كيف انت ما رح تأخد بريد يعني كل بريد الكتروني بالايميل وتقع بترسله لفريبوك وترجع تتواصل معه عشان نروح على صفحة المنتج لأ هان بشكل اوتوماتيكي رح يرسل بريدات الكترونية وانت بتحدد انه يوم وانه ساعة يعني كل هاي الخطوات مسهل علي لك في هذا الموقع طيب اول اشي عشان احنا نعمل بحيث العامين يدخل عليها يحط الايميل تاعه ينزل الكتاب المجاني رح نضغط من الداشبر طبعا طريقة التسجيل فيه كثير سهلة وانا مسجل الدخول فيه بس عشان ما اضيع وقت الفيديو من التبار رح نضغط على سايت بعد ما ضغطنا سايت رح تظهر علينا الوجه هاي رح نضغط create landing page رح نضغط عليها بعدين هان بحكي لنا سموا اللانديك بيج تاعتكم انا رح اسميها كيتو بعدين رح اضغط save and continue بعدين هان بحكي لنا احطه الجروب اللي بتكون يتودوا العملاء عليه يعني انت لما ترسل landing page للعميل ويحط بريد الالكتروني انت وين البريد الالكتروني بدك تحفظه فانا عامل الجروب سابقا اسمه ابراهيم منصور رح احفظ البريد الالكتروني على ابراهيم منصور بعدين اضغط save and continue بعدين هون بحكي لنا اختار القالب المناسب لالك طبعا موجود عنا مجموعة من القوالب لكن احنا بدنا قالب خفيف لطيف يعني بس نحط انه صورة لكتاب مجاني ونكتب للعميل حط الايميل تاعك عشان تن ننزل الكتاب فمنبحث عن تمبلت يعني خفيف او ممكن نختار اي تمبلت بعدين نمسح كل اشي عليه واحنا نصنبم landing page يعني بشكل يدوي مثلا انا رح اختار هاي landing page رح اضغط select بعد ما اخترنا القالب رح تظهر الصفحة الامامنا بحيث انه نقدر نعدل على هذا القالب اول اشي انا المنيو هات بدي اشيره يعني بديش احط الهدر وكمان بديش احط فوتر للعميل فراح اشيل الاثنين بعدين رح اطلع للأعلى رح امسح كل هذول البلوكات الظاهرين امامنا رح اضغط remove اضغط remove هيك انا بكون شلت كل اشي موجود على صفحة الهبوط رح ابدأ انا في تصميم هاي الصفحة طبعا في عنا من السايت بار في عنا كلمة بلوكس رح نضغط عليه رح يضر عنا مجموعة من البلوكات اللي بتساعدنا على تصميم صفحة الهبوط للعميل طبعا احنا ما رح نحتاج غير image رح نحط image بعدين رح ننزل الاسفر رح نحط text تحت الامج واخر شي رح نحط form لالعميل بحيث انه نحط ايميل و بعدين اضغط download عشان ينزل الكتاب رح ننزل الاسفر رح نحط sign up form ونحطه تحت text عفون اهيو زي ما هو ظاهر امامنا الان علينا انه نعدل الصور ونعدل النص طبعا هون بالنص رح حط get your free keto book طبعا انتو كمان لازم تحطوا يعني تكتروا من المصوص بس انا الهدف في هذا الفيديو هي اننا رح اعمل الفيديو بشكل سريع بعدين رح اعدل من هذا النص رح اخلي size بحجم ثلاثين بيكسلز بعدين رح اخليه باللون الاسود و رح اخليه مناصفه عفوا ناي سنتر هي اكثر يعني ممتاز للعميل طبعا هو كأنه 21 recipe هاضغط cut recipe زي ما هو ظاهر امامنا بعدين عنا فوق هان الصورة كيف احنا مننشيب صورة للعميل بحيث انه يعني نعمل صورة لكتاب طبعا احنا نستعين موقع canva طبعا الصورة اللي رح نصممها رح نستخدمها مرتين مرة انه نحطها و مرة رح نستخدم الصورة لما نصوق لهذا الكتاب على الفيسبوك او على اليوتيوب او على مواقع التواصل اجتماعي طبعا لازم تكون صورة جذابة بحيث انه العميل يصدق انه موجود فيه كتاب يعني تجذب العميل اكثر انه يدخل على هذا الرابط و يحط ايميل و ينزل الكتاب طبعا احنا زي ما اذكرنا رح نستعين في موقع canva زي ما هو ظاهر امامنا رح نضغط create a design بعدين رح نكتوب book ظاهر عنا book cover رح نضغط عليها بعدين رح نسكر canva السابق هيك بكون فتح عنا وهيك بكون فتح عنا canva بحيث انه نصمم الصورة اللي بدنا اياها للعميل طبعا موجود عنا مجموعة من القوالب اللي منقدر نستخدمها لتصميم هاي الصورة ننزل الاسفل طبعا هون زي ما ظاهر امامنا مكتوب recipe book cover رح نضغط see all بعدين رح نختار واحدة من التمبلت الموجودة امامنا ممكن نختار هذا التمبلت زي ما ظاهر امامنا رح نعدل احنا على الكلام رح نكتوب free keto recipes book رح نمسح النص التحت طبعا انتو كمان بتعدلوا عليها زي ما بدكم لكن انا رح اتركوا زي هو طبعا الصورة الصورة مدفوعة يعني مكتوب عليها logo canva فاحنا رح نمسحها و رح نروح نستعينه في موقع pixels من خلاله رح ندور على صورة مناسبة نحطها في موقع canva رح نكتوب food بعدين رح اضغط search رح يظل عندي مجموعة من الصور ممكن استعينه في اي صورة مناسبة مثلا انا رح استعينه في الصورة الظاهر امامنا رح اضغط download وهيك بتكون نزلت عندي الصورة رح ارجع موقع canva بعدين رح اقوم في تنزيل الصورة رح ارفع الصورة على canva زي ما مظاهر امامنا ممكن انا اضغر الصورة و اضبط من الصورة وهيك صارت الصورة بشكل ممتاز رح اعملها download رح اخليها بصيغة png بدين download وهيك بتكون نزلت عندي الصورة رح ارجع على موقع miller lite بعدين رح اضغط على png رح اضغط على الصورة عفوا بعدين رح اضغط upload image رح اقوم بتنزيل الصورة زي ما هو ظاهر امامنا بعدين رح اضغط open وهيك بتكون نزلة الصورة رح اضغط على الصورة بعدين select زي ما هو ظاهر امامنا رح انزل الاسفل بعدين رح اقوم بتصغير هاي الصورة يعني تصير بالحجم المناسب تقريبا بالشكل الظاهر امامنا وهيك بتكون زبطة عندنا الصفحة لكن رح انا رح اعدل من هذا الفورم رح اضغط يعني رح اعدل بدل subscribe رح اخليها download رح اضغط edit بعدين رح اضغط form رح اغير بدل subscribe download رح انزل الاسفل طبعا هون رح اخلي الايميل طبعا انت ممكن تزيد مثلا اسم زي ما هو ظاهر امامنا ممكن انت تاخد اسمه والايميل تاعه لكن انا مش بحاجة غير فقط للايميل طبعا هو يفضل انك تاخد الاسم والايميل لكن يعني عشان ممكن انت تفقد بعد العملاء يعني ممكن يشوف انه هون في شك يتراجع فانت بس خلي الايميل بحيث انه خلص يعني بس يحط ايميله بعدين رح ترسله انت البريد الالكتروني بعدين رح اضغط على setting وانزل الاسفل اغير من لون البتم رح اخليه باللون الاخطر وانزل الاسفل اغير من البرواز داع البتم اخليه باللون الاسود طبعا هيك بيكون خلص عند التصميم زي ما هو ظاهر امامنا يعني لما العمل يدخل الايميل هانو يضغط download رح احنا نحصل على الايميل تاعه بشكل تلقائي الموقع رح يرسله بريد الكتروني بالكتاب المجاني لكن اتبعوا الخطوة التانية عشان نعرف كيف نخد الموقع يرسل للعميل الكتاب المجاني طبعا بعد ما خلصت هذا الفورم رح اضغط save طبعا هيك انا بكون سيفة الصفحة الاولى اللي هي landing page طيب العميل هان اول اشي دخل دخل الايميل تاعه بعدين ضغط download رح ننقل له صفحة تانية رح نحكي له انه تم ارسال الكتاب المجاني بريدك الالكتروني يتحقق من بريدك بعدين رح نكتب له اذا بدك وصفات كيتو يعني اخرى اضغط على الرابط التالي وبعدين رح نوديه من خلال هذا الرابط على صفحة المنتج اللي احنا قاعدين منصوك له طبعا زي ما هو ظاهر امان وابتوبار احنا قاعدين منعدل بالlandic page رح نضغط على success page طبعا هاي الصفحة لما العميل يضغط download رح ينتقل لها بشكل تلقائي رح نطلع للاعلى نمسح الظاهر امامنا كمان نمسح هاي رح نقوم باضافة block اول اشي text بعدين رح اضيف image وكمان text واخر اشي رح اضيف button زي ما ظاهر امامنا اول اشي طبعا انا محضره بالdocs اول اشي انا رح احكي للعميل انه ارسلنا لك الكتاب المجاني على بريدك الالكتروني بس اتحقق منه بحيث انه يروح على بريد الالكتروني ويفتح هذا البريد عشان احنا لما نرجع نبعدله بريد الالكتروني ما يروح بريدنا على ال spam عنده بعدين رح انتقل للموقع وانسخ النص بعدين رح اخلي حجم النص رح خليه باللون الاخضر اول اشي بعدين حجم النص 30 بيكسل هيك العميل رح يعرف انه تم ارسل الكتاب على بريد الالكتروني طيب الان هان يعني احنا خلصنا من هاي العملية طيب بدنا العميل ينتقل اذا حاب يكمل مثلا يشتري وصفات كيتو مدفوعة رح نخليه ينتقل لصفحة المنتج من خلال انه نضيف صورة هان بدين نحكيله اذا بدك مثلا وصفات كيتو اخرى اضغط على الزر الموجود امامنا اول شي رح ارجع على ديجستور واستعين بالصورة الظاهرة امامنا اللي هي صورة المنتج رح اعملها download save image as وهيك بتكون نزلة الصورة بعدين رح ارجع على الموقع بعدين رح اضغط image بعدين بروس نفس العملية رح اكررها upload image desktop رح نزل هاي الصورة زي ما ظاهر امامنا بدنا رح اضغط الصورة بعدين اعمل select هيك الصورة ظهرت امامنا رح انزل الاسفل بعدين هون رح احكيله اذا بدك وصفات recipe اخرى اضغط على الزر التالي رح انسخ النص بعدين رح اعمل له رسك بعدين رح اعمل له رسك بس رح اعدل على او اخليها كله كهير رح اخلي النص النصفة وباللون الاسود بعدين رح اخلي الحجم كمان 30 pixels بعدين رح اضغط على الزر التالي بعدين رح اضغط على وحق اغير من يعني اخلي الزر التالي ينقله للينك زي ما هو ظاهر امامنا رح اجيب رابط الافليات الخاص فيني رح انطق لصفحة الافليات بعدين رح اجيب رابط الافليات تاع المنتج رح انزل الاسفل هذا هو الرابط طبعا انا رح اعدل من الافليات رح اجيبه احطه هون بعدين رح امسح كلمة افليات وحط ال id بعدين هيك رح اضغط save الان رح اعدل من ال bottom رح اضغط setting اغير من الوان ال bottom رح احط له مثلا اول اشي content رح اضغط click here بعدين رح اعدل من الوان ال bottom رح خليه كمان باللون الاخضر بحيث يكون متوافق مع الصفحة السابقة واخلي البرواز باللون الاسود وهيك انا بكون انتهيت من landing page ومن الصفحة اللي بسموها thank you page او صفحة الشكر للعمل طبعا الان رح اضغط save بعدين رح اضغط من الاعلى save and publish يعني احفظ وانشر صفحة الهبوط بعد ما ضغط save and publish نقلني لصفحة page setting طبعا هون بحكيه لحط url الخاص بصفحة الهبوط طبعا انا هكتب له ur keto book بعدين رح انزل الاسفل واضغط save and continue بعد ما ضغط save and continue هيك بتكون انتشرت صفحة الهبوط طبعا هذا url الخاص بصفحة الهبوط رح نعملها لصك ونفتح صفحة جديدة نتفحص صفحة الهبوط طبعا زي مظاهر امامنا هاي هي صفحة الهبوط هذا هو الكتاب وهون العميل رح يحط الايميل الخاص فيه رح يكتب ايميله بعدين رح يضغط download خليني احط ايميل بعدين رح يضغط download بعد ما يضغط download رح يكتب له انه يعني انه تم ارسال الكتاب المجاني على بريدك الالكتروني هان انا كتب له اذا بدك تنزل المزيد من key to recipes اضغط هان رح نضغط click here رح ينقلنا لصفحة المنتج بشكل تلقائي طيب هاي خلصنا من المرحلة الاولى من هاي الاستراتيجية طب المرحلة الثانية انه العميل لما دخل البريد الالكتروني بالform كيف يتم ارسال رسالة على بريد الالكتروني بالكتاب اللي احنا منزلينه يعني الكتاب المجاني رح نعطيه للعميل رح نرجع على موقع ميلر لايت طبعا هون احنا خلصنا من لاندك بالتبار عندنا زر اوتوميشن رح نضغط عليه بعد ما ضغطنا عليه رح تظهر عندنا الواجهة الظهر امامنا طبعا بالاعلى رح نضغط create workflow طبعا من خلال هذا الزر احنا رح نقدر نعمل بريد الالكتروني يوصل للعملاء اللي احنا قاعدين من نسوق طبعا هيك بكون فتح عندنا الworkflow اول ما رح نسمى هذا الworkflow اللي هو key to recipe عفوا كيتو بوك بالخيار الثاني في عنا مجموعة من الخيارات منها يعني انت متى بدك ترسل البريد للعميل فاحنا رح نخليه يرسل البريد للعميل لما العميل يدخل على مجموعة طبعا هو لما يحط بريد الالكتروني باللاندك بيتج بصفحة الوبط التي تم انشاؤها رح ينتقل بريد الالكتروني بشكل تلقائي على مجموعة فاحنا رح نخليه اول ما ينتقل هذا البريد على المجموعة يرسله بريد الالكتروني بشكل اوتوماتيكي رح نضغط على وين سبسكرايبر جوينز اجروب بعدين هون بحكي لنا اختار شو هو الجروب طبعا انا كنت سابقا مختار جروب ابراهيم منصور للاندك بيتج فرح اختار نفس الجروب بعدين رح اضغط سيف بعد ما ضغطنا سيف طبعا هون ظاهر عنا الخطوات اللي احنا لازم نتشئها بحيث يتم ارسال بريد الالكتروني للعميل رح نضغط على زر بلاس طبعا موجود عندنا عدة خيارات اول خيار لهو ايميل من خلال هذا الخيار رح نعدل على هذا الاميل الخيار الاول عندنا الاميل رح نسميه key to book بالخيار الثاني عندنا email subject رح نسميه your key to book بعدين رح ننزل الاسفر رح نضغط design email يعني صمم هذا الاميل رح ينقل صفحة تصميم الاميل طبعا في قيلنا مجموعة من طرق تصميم الاميل لكن احنا رح نختار الطريقة وهي text editor او تصميم عن طريق النص بعد ما ضغطنا design email رح تظهر الواجهة الظاهرة امامنا طبعا هون كتبنا start writing your text يعني ابدأ اكتب النص او البريد الالكتروني اللي رح ترسله للعملاء فانا رح ارجع على صفحة affiliate tours الخاصة بالمنتج بعدين رح انزل الاسفل واخد الاميل اللي هو ظاهر امامنا ارسله للعملاء طبعا هذا هو الاميل مكتوب في click here to download your free keto recipes طبعا رح اقوم بنسخ هذا الاميل ورح ارجع على ورح اقوم بنسخ النص بدل start writing your text زي ما هو ظاهر امامنا هيك الاميل صار يعني اموره تمام بس رح اغير لون click here to download your free keto book للون الازرق بحيث العميل يعرف انه هذا بيودي للرابط كمان رح اكبر من حجم هذا الخط رح خليه بحجم 24 بيكسلز رح خلي باقي النص بحجم 20 بيكسلز وكمان اخر ايش بحجم 20 بيكسلز وهيك مكون انتهينا من تصميم البريد اللي رح يرتسل للعملاء طبعا اخر ايش رح اضغط done editing وهيك بكون صممت اول بريد يتم ارسله للعميل طبعا هذا هو البريد الموجود في الكتاب المجاني طيب هس علينا نعمل اكثر من بريد بحيث يكون فيه صفحة المنتج اللي احنا قاعدين نصوك له طيب نحن نضغط 10 بلس في عنا عدة خيارات من هاي الخيارات daily طبعا هاي daily تعطينا خيارات انه مثلا نرسل بريد بعد يوم او بعد اسبوع للعميل بعد ما يتم استلام هذا البريد يعني العميل ارسله هذا البريد بعدين نضغط daily بعدين نخليه بعد يوم واحد فهيك العميل رح يستلم بريد الاول في نفس اللحظة بعد يوم رح يستلم بريد ثاني مننا طب شو هو البريد اول ايش رح نضغط بلس بعدين ننزل ايميل بعد ما نزلنا ايميل رح نروح نسمي الاميل نام بسيلز بيج اللي هي صفحة المبيعات والسبجكت او عنوان الاميل رح اخليه كيتو recipes طبعا زي ما ذكرت سابقا انا قاعد بسوي هاي الامور بشكل سريع لكن انتو لازم تتركزوا ويعني تسوي الامور بشكل صحيح عشان تنجح معكم الاستراتيجية بشكل كامل الان رح انزل الاسفل بعدين اضغط design email يعني اقوم بتصميم هذا الاميل الان رح اضغط text editor هيك فتح لي ان اقدر اصمم البريد الثاني طيب انا من وين بدي اجيب هذا البريد رح ارجع ال affiliate tools رح ارجع ال affiliate tools الخاصة بالمنتج وانزل اخر اشي الاسفل طبعا هان مكتوب عندي i have an email list يعني انا بدي ارسل بريد الكتروني للعميل بحيث ينتقل لصبحة المنتج رح اضغط عليها بعدين هان بحكي لي التحذيرات او انا شو اللي ما لازم اسويه داخل الاميل فانا رح اضغط له yes i understand رح انزل الاسفل بعدين هون اعطاني رابط طبعا هذا هو لنك الافليات الخاص فيني ما علي غير اغير كلمة افليات بعدين تحت اعطاني رابط موجود فيه كامل خوالب الاميلات اللي ممكن ارسلها العميل رح افتح هذا الرابط في صفحة جديدة بعدين رح انزل الاسفل طبعا هان عنا email one طبعا subject line زي ما هو ظاهر امامنا get 21 free kito recipes طبعا انا سميته بس كيتو recipes يعني بالsubject طبعا انزل الاسفل اقوم بنسخه كامل اعمل له نسخ بعدين رح انتقل الموقع ميلر لايت بعدين رح اعمل بلسق الاميل زي ما هو ظاهر امامنا تم لسق الاميل بشكل كامل طبعا انا رح اشيل الفيرس نيم لاني ما اخدت اسم العميل لكن انت ممكن تاخد اسم العميل وتحط اسم العميل هون وتخلي الفيرس نيم هاي موجودة لحالها هيك بشكل تلقائي لما الموقعات يرسل العميل هاي الرسالة رح يحط هان الفيرس نيم بشكل يدئي يعني بشكل تلقائي انت مش رح تحط اسم العميل يدويا فانا لاني ما اخدت اسم العميل رح امسح الفيرس نيم و رح اخلي هاي هي الرسالة رح ارجع الى page tools واخد رابط الافليات الخاص فيني طبعا خليني بس اعدل الرابط اشيل افليات وحط ديجي store id بحيث هيك انا اي شخص بضغط عادل ايميل رح اربح العمولة رح اقوم بنسخ الرابط وارجع لموقع ميلر لايت بعدين رح اضلل just click here to download رح اضللها وقوم بربطها بالرابط الافليات الخاص فيني رح اضغط insert link بعدين اضغط url بعدين اضغط insert بعدين رح ارجع اغير من حجم الخط وخليه مثلا بحجم 18 بيكسل وخلي اللون باللون الازرق بحيث العميل يعرف ان هذا الرابط او هذا زر بنكل صفحة ثانية الآن رح اضغط done editing وهيك بكون انتهيت من العملية بشكل كامل يعني العميل اول ما يحط ايميل رح يتم ارسله الكتاب المجاني ثاني يوم رح يتم ارسله صفحة المنتج بحيث انه اذا ضغط على الرابط رح ينتقل لصفحة المنتج بشكل مباشر وانت بتكرر هاي العملية اكثر من مرة يعني اهوان بتحطها يوم بعدين هان ترجع اضيف يومين بعدين ترسله التمبلت ثاني طبعا هون موجود عندك اكثر من تمبلت زي ما هو ظاهر امامنا طبعا موجود عندك اكثر من قالب ممكن ترسله اياها الان رح نرجع على موقع ميلر لايت هيك بكون خلصنا احنا من البريد الالكتروني الخاص فينا بعدين رح اعمل لهذا البريد انه اون يعني شغلي هذا البريد للعملاء هيك انا بكون خلصت كامل شغلي على موقع ميلر لايت رح ارجع للخلف زي ما هو ظاهر امامنا الكيتو بوك اول اشي اكتف تاني اشي الاميل يعني اكمل ايميل تم ارساله سفر يعني هان انت بتتراقب كامل تحليلات الاستراتيجية الخاصة فيك طيب هيك خلصنا من الخطوة الثانية الخطوة الثالثة انه نجيب ترافيك على صفحة الهبوط اللي تم انشاءها كيف نجيب ترافيك طيب اول اشي رح نروح نجيب رابط الانديك بيج اللي قمنا بتصميمها الان من التوبة رح اضغط سايت بعدين زي ما هو ظاهر امامنا هي الانديك بيج رح اضغط على الانديك بيج لقمنا بتصميمها بعدين رح يظهر عندي هان هو الاميل رح اعمل له نسخ وروح احفظه بالدوكس زي ما هو ظاهر امامنا طيب الان انا رح استعين بمنصة فيسبوك عشان اقوم بتصويق لصفحة الانديك بيج اللي قمت بتصميمها طيب رح ارجع على صفحة البيج تورز الخاصة بالمنتج وانزل الاسفل اخر اشي رح اكتب له اي وانت تورن فيسبوك ادز يعني انا بدي اسوق على منصة فيسبوك رح افتح هذا الرابط بصفحة جديدة بعدين رح انزل الاسفل رح اضغط yes i understand يعني هانت قاعد بشرح لي انه شو اللي ممكن تسويه شو اللي مش ممكن تسويه بعدين رح اضغط yes رح يكتب لي كيف انت الخطوات اللي ممكن تسويها على الفيسبوك طبعا هون بالرابط الاول معطيني مجموعة من الصور او الفيديوهات اللي ممكن انا اسويقها على الفيسبوك لكن انا مش محتاج فانا رح اقوم بتصويق لنفس الصورة اللي قم بتصميمها على كانوا لكن رح انزل الاسفل طبعا هون معطيني الاد تكست يعني النصوص اللي رح اضغطها فاضل اعلان عن الفيسبوك رح اضغط على هذا الديكومنت طبعا هان كامل التكست رح اقوم بنسخ اول تكست 21 free keyto recipes رح اقوم بنسخه بشكل كامل رح انزل الاسفل بعدين رح اعمله نسخ وانتقل لصفحة الفيسبوك طيب في شغلة ثانية انا ما حكيتها انت لازم تعمل صفحة فيسبوك تابع لنفس المجال اللي قاعد بتصوك له هيك انت بتكسب ثقة العميل يعني انا قاعد بتصوك لمتجاد keyto diet recipes فانا قمت بانشاء صفحة على الفيسبوك بنفس الاسم يعني keyto diet recipes زي ما هو ظاهر امامنا طيب الان انا رح اقوم بانشاء منشور بعدين رح اضغط نفس التكست اللي اخدته من الدوكس زي ما هو ظاهر امامنا الان رح اقوم بتغيير الURL هذا والURL اللي بالاسفل بالURL الخاص بصفحة الهبوط اللي قمت في تصميمها رح ارجع ااخد صفحة الهبوط على الدوكس رح اعمل لهذا الرابط نسخ رح ارجع على صفحة الفيسبوك احطه هون بدل هاي نسخ لسق وانزل الاسفل كمان رح احط لسق بعدين رح انزل الاسفل احط الصورة اللي قمت التصميمها على كاملة رح اضف الى منشورك طبعا هون ازل لي المقال زي ما ظاهر امامكم لكن انا رح اضيف صورة رح اضف اضافة صور مقاطع فيديو رح اقوم باختيار الصورة رح اضغط open زي ما هو ظاهر امامنا هيك منشور الفيسبوك بيكون جاهز بشكل كامل الآن رح اضغط نشر بعد ما ضغط نشر بيكون نزل عندي المنشور زي ما هو ظاهر امامنا المنشور يعني زي ما بدنا احنا والعمير رح يقرأ هان 21 فريكيتوريسبيز رح يضغط عادة رح ينقله على صفحة الهبوط اللي قمنا بتصميمها بعدين هون العمير رح يضغط الاميل بعدين رح يضغط download بعدين الاميل انت رح تاخده تبدأ باستهداف هذا الاميل اكثر من مرة بحيث انت تصوت للمنتج رح نرجع على صفحة الفيسبوك طيب الان دور علينا انه نجيب ترافيك عادة المنتج طبعا في عنا كثير من طرق انك تجيب ترافيك عادة المنتج منها الطرق المجانية منها الطرق المدفوعة لكن احنا رح نستخدم في هاي طريقة الطريقة المدفوعة رح ننزل الاسفر رح نضغط ترويج المنشور بعدين رح نرجع على صفحة affiliate tools كمان رح اضغط i want to run facebook ads رح انزل الاسفر رح اضغط له yes i understand بعدين رح انزل الاسفر طبعا هان كتب لي الجمهور المستهدف على الفيسبوك فهذا الجمهور رح يساعدني في الدعاية رح اقوم بتسويقها على الفيسبوك يعني رح اضغط ال country الهو امريكا واستراليا وكندا وبريطانيا ونيوزلند كمان العمر بين ال 18 وال 65 لكن انا بفضل انك العمر تبدأ من 25 ل 65 بعدين هان الجاندر او يعني الجنس رح اخليه كل الجنسين يعني زي ما هو ظاهر امامنا انه الذكور والاناس بيشتروا هذا المنتج بعدين الاهتمامات كيتوز زي ما هو ظاهر امامنا كمان بالفيسبوك هم عندك خيار اهتمامات فراء أنت رح هتحط هذا الاهتمام بعدين الاستهداف زي ما هو ظاهر امامنا كتبلك انك تستهدف بشكل اوتوماتيكي انك تستاهدف بشكل اوتوماتيكي يعني فيه خيارات يعني كثير خيارات في دعيات الفيسبوك منها استهداف يعني عبر نقر الروابط ممكن استهداف إرسال رسالة نصية ممكن يعني فيه عندك مجموع عن استهدافات لكن فيه استهداف اسمه أوتوماتيك فأنت بتضغط عليه فهو الفيسبوك باستهدف جمهور بشكل تلقائي فهان هو معطيك هاي الخيارات بحيث أنت تسوق على الفيسبوك كن في هاي الخيارات واتبعها الاستراتيجية بشكل كامل وإن شاء الله رح تنجح في عملية التسويق لمنتج الأفليات وتبدأ أتحقق عمولتك هيك بيكون انتهي فيديو اليوم إذا حابين نكمل هاي استراتيجية بشكل كامل يعني إذا حضرتوا الفيديو لحد ما وصلنا الآن وحابين نكمل هاي استراتيجية ونتبعها بشكل كامل يوم ورا يوم خطوة بخطوة ما تنسوا تضغطوا لايك واشتراك للقناة وتركونا تعليق أسفل هذا الفيديو منشوفكم فيديو جديد إلى لقاء